كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل يشمل إطلاق صراح عدد من المحتجزين في القطاع وفي كلمة له دعا بايدن حماس للموافقة على المقترح الجديد معتبراً إياه الطريقة المثلة للبدء في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من وحي خارطة الطريق التي نادت بها مصر منذ بدء العدوان على غزة وعلى خطى محطاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني وينتصر للإنسانية خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعرضاً مقترحاً إسرائيلياً جديداً بمراحل ثلاثة خطوة تأتي من واقع إدراك الجميع بأنه لم فر من وقف العدوان على قطاع غزة كما أكدت مصر دوماً ولا سبيل لتقريب وجهة نظر الطرفين إلا من خلال التوافق وتقديم التنازلات ففي خطاب جد دعا بايدن حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق صراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة واعتبر هذا المقترح الطريقة المثلة للبدء في إنهاء الصراع على حد تعبيره في هذا الإطار أكد بايدن أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفاعلية في القطاع بعد محادثات العديدة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط عارضت إسرائيل الآن اقتراحاً جديداً شاملاً إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق صراح جميع المحتجزين حماس من جانبها أبدت استعداداً متحفظاً على المقترح الأمريكي معالنة أنها تنظر له بإيجابية لما تضمنه هذا الخطاب من دعوة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين واعتبرت حماس أن ذلك الموقف الأمريكي يعكس ما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة وجاء نتاج الصمود الإسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي تأكيد على أهمية الوساطة المصرية مع قطر والولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع أعلنت الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية تحظى بدعمها الكامل ألمانيا في بيانها رأت أن هناك ضرورة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية للوصول إلى وقف دائم للحرب إذن وبرأي حليفتها الأولى واشنطن وبشهادة المجتمع الدولي لم يعد أمام إسرائيل فرصة للنجاة من نار الغضب الداخلي ومرارة عزلتها الدولية المتفاقمة غير التفكير في سناريوما بعد الحرب لكبح جماح خسائرها على كل الأصعضة خاصة بعد أن تأكدت أن محاولات المراوغة في المفاوضات السابقة لم تؤتي ثمارها الخبثة فجهود الوساطة التي تصدرت المشهد فيها مصر وتعونت خلالها مع قطر والولايات المتحدة كانت قد أوشكت على أن تفضي إلى اتفاق لو لا التعنت الإسرائيلي وهو ما أكده بايدن خلال خطابه صراحة عندما دعا الإسرائيليين إلى التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة اشتركوا في القناة